السلام عليكم و مرحبا بكم معي اليوم في وصفة جديدة ستكون عبارة عن رغيفة معسلة ممكن تحضرها لرمضان المبارك وحتى لنهار العيد قرمشة وشيشة بمكونات جدا اقتصادية و الطريقة للتحضير بسيطة جدا نخليكم مع المزيد نتفاصيل و نبدأ لبركة الله المكونات في نفس الوقت مع الطريقة للتحضير هنا في القزعة خضيت نصف كيلو ديال الدقيق و نضيف عليه كيس واحد من السكر فانيلا و نضيف معلقة صغيرة ديال القرفة و نضيف كذلك اربعة ديال المعالق ديال الماء الزهر معالق الكبار و معلقة ديال الخل بالنسبة للمكونات ستجدوهم مكتوبين في صندوق الوصف و نضيف كذلك 125 جرام ديال الزبدة اللي دوبتها حيث الجو بارد فاشكي يكون الجو سخون تقدروا تخدموا بها هاكك هنا سنخلط هذه المكونات مزيان يعني نحاول ندخل لك الزبدة من بعد غادي نعجن هاد الخالط اللي عندي بالحليب اللي كيكون سخون يعني دافي ماشي سخون غادي نعجن هاد الخالط اللي كتكون قصح شي شوية بحال ديال الشبكية تماماً وحتى الحليب اللي كنتو غادي سخونه هاد الرغيفة حال سخونه هاد المكونات سخنتهم بنسبة الحليب والزبدة سخنتهم حيتاش الجو بارد ونا غادي ندوز باش نقطع هاد العجينة نقسمها على 4 ديال الكوريات باش هاد كما تعدبنش في الخدمة غادي نغطيهم وغادي ندوز باش نوجد طاولة ديال العامل هنا غادي نحتاج للناشا او لماي زينة هو اللي غادي نورق به ونخدم به غادي ناخد داك الكورايات عفوا غادي نطلقهم واحد شوية كما هو موضح في الفيديو ومباشرة غادي ندوز باش نخدمهم هنا غادي نطلقهم واحد شوية باش يسهلوا عليا الخدمة ومباشرة غادي ندوز باش نطلق الكورايات لولا ديال العجين غادي نطلقها مزيان كما غادي تشوفوا معايا في الفيديو خسني ضروري يعني ان نطلقها مزيان بالدلق ونورقها تتكت ولي رقيقة وكيبان سطح العمل ملتحت انتو ما اولا ترقيقة ويدي كتبان ملتحت غير هات العجينة اللون ديالها شوية بوني لكشي ليش ما كيبانش سطح العمل ملتحت اما واش حال ما رققتوهاش حال ما جت يعني زوينة في الشكل النهائي وهنايا غادي نرشها بالماء زينا ولا بنشام زيان 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 ودك الجوانيب كندهنهم بالحليب اولا بشي شوية ديال الماء غير باش تلسق لنا العجينة ومن بعد كنبقى نلويها على هات الشكل هذا يعني كنجمعها في اللوي الصغيرة وغاديوك اللوي حتى كنكمل دك العجينة كاملة اللي عندي واحتمل اللي هنا في الاخير كندهنها بشي شوية ديال الحليب اولا للماء باش كندهنه باش تلسق لكم العجينة غادي نستمر بها الطريقة حتى كنكمل قاع الكمية اللي عندي وفي الاخير غادي ندوز باش نقطعهم هنا بالنسبة للشكل الاول هاد الرغيفة هادي تقدروا تخرجوا منها بزم ديال الاشكال انا هنا غادي نقطع حاليكم جوج ديال الاشكال هاد الشكل الاول كتقطعوها ميلة على هاد الشكل هذا كما هو موضح يعني في الاول كتقطعوها ميلة وهادو اللي كتلقوهم محلولين نسقوهم بشي شوية ديال الحليب وكتلسقوهم زيما وهنا غادي نكمل تقطاع وغادي ندوز باش نوريكم طريقة ديال كيفاش كنتلقوها بالنسبة للشكل اللي اللي قطعنا ميل كنديرو الدل لك في الوسط على هاد الشكل هذا كنشدو من القنت لقنت كنوركو في الوسط وعادة فاش كنجرؤ الجيهة السفلية وواحد يعني جراعو تاني الجيهة العلوية مهم رأي الفيديو واضح شرح ديالي غادي جيكم شوية غريبة وفي الفيديو رأي واضح هاد الشكل كتجيب حل فراشة فاش كتطيب يعني فاش كتطيب رأي كتجي واضح الشكل ديالها اكتر وما هو الفيديو رأي باين ولما فهمتوا شي حاجة فقط عودوا المقطع وغادي تفهموا اكتر يعني السر كان غير في التقطيعة وبالنسبة للشكل الثاني التقطيعة غادي نقطعها عادية ما غاديش نميلها يعني كما قلت لكم السر كان غير في التقطيعة عادية العجينة ثم كتلعبوا على الأشكال وتخرجوا الأشكال اللي بغيتوا هنا هي قطعتها الشكل الثاني قطعتها عادي كما هو موضح ما ميلتوش ومن بعد دائما سطح العمل كتديروا بشوية ديال ما يزينا باش ما قتلسق لكم مش العجينة وكتدنوا تدلك بالنشاء ونفس الطريقة كندير الدلك في الوسط وكنجر للأعلى وكنجر كذلك للأسفل وكتورقوها مزيان بالدلك باش كي يجيوكم داك لوريقات يعني أرقية وقين كتجيه شيشة أكتر هاد المقطع الموالي غادي تشوفوها معايا من زاوية أخرى باش هكا توضح معاكم الفكرة على هات الشكل هذا ومن بعد انا كنصوبهم وكنحطهم في واحد طبصل يعني انتا كنكمل قاعة الكمية اللي عندي وهناي غدا نغطيهم بلاستيكا ونخليهم غير بمرقة يعني سطح العامل فاش خدمت ووجدت الأداوات سوف ندوز باش نقليهم مباشرة احنا يرا عندي الزيت سخنات كنت كنجربها بتاك القيطة عليه كنقطع في الجناب والزيت يعني هانتوا من الطريقة دي القليان ما غاديت نجيو نقا غين عما في المقلع اوه كنحط بوحدة بالوحدة وكنقن هز زيت وكنقب الجوانيب ديال ذاك الرغيفة وكنقب شنو يفوق منها وانما الجوانيب باش كتحل لنا ذاك الوريضة وذاك الشكل كي يجي باين مزيان كما هو موضح في الفيديو ما زال غادي نوضح لكم في مقاطع اخرى يعني مشي غي كان هز وكان بقى نعمر في المقلع وانما يحب بالحبة حتى كنقلب داك الحبة وعادي كنرمي واحدة اخرى على هاتي الشكل هادا كنحاول نعطيها الزيت في الجوانيب باش كتحل والشكل ديالها يجي واضح وكتب النحتة من الداخل ومن بعد كنهزها غير بشوية حياتي كتكون هشيشة وكنهزها على هاتي الشكل هادا ولبها الطريقة هادي باش كتستقطر لنا الزيت مزيان وعادي فاش كنطفيها في العسل إذا كنتوا يعني يد واحدة او لا تغلبتوا قوت قليوا كما انا في التالي في اللول كنت كان قليوا نعسل ولكن في التالي يعني اتغلبت الزيت كانت سخونة كنت كان قلي وكان دير في واحد الشبيكة حتى يقطرون الزيت مزيان وعادة فاش كنعسلهم احنا ملاحظة يعني مهمة لعسل فاش غادي تعسلوا هادا الرغيفات ضروري خستة تكون يعني سخونة خفيفة بزاف حيات شهو مراها هشيشة بزاف والورقة تدير هرقاق حيات كانت العسل تقيلة بحالية شبكية هرقادي تبقى لكم تمة في العسل ما تقدروش تهزوها لذلك كسخنوا العسل تكون خفيفة وغير كتغطسوها في العسل وكتشبدوها يعني ما كتخليوها شتمة بزاف او لا تقدرو غير تديروا لها اللي ما بغاش يغمسها في العسل يعني غير يديرها من الفوق العسل هكا ويقندمها هنا كما قلت لكم هنا را عندي باقي ما عسلتو مش كتغي كان قليل وكو نحط في الشبكة حتى ساليت وهذا فاش سخنت العسل ووصلتهم وهذا هو الشكل النهائي هنا يا غادي تشوفوا معايا بيننا الفرق اللي كنت لكم في التقطع عادية اللي رغيفة الشكل الأول اللي قطعناه مايل كيجي مفتحك بحل فراشة على هات الشكل هذا هذا قطعناه مايل وبنسبة للشكل الثاني اللي ما قطعناه مايل كيجي مجموع على هات الشكل هذا التهوة كيجي زوين وانتو ما كيبقى لكم حريات الاختيار قديروا الشكل اللي عجبكم ومنسبة للتزيين كذلك كيبقى على حسب الرغبة انا هنا ما زينته وبشجماتهم حتى كنا نقدمهم واحد كنزينهم وانا كما سمعتوا معايا الصوت ديالة قرمجارة كيجيوا مقرمشين وهشاشين بزاف وكيجيوا يعني خفاف وكما اجتمعاهم سهلين في التحضير ومكونات ديالهم يعني متناول جميع الى هناك نكون وصلت معكم نهاية ديالفيديو دائما احبابي ما تنسونيش من دعم ديالكم لايك وبرتجيوا الفيديو مع الاهل والأصدقاء وانتمنى تكونوا استفدتم من هات الفيديو ولو فيك ربسيطة مع السلامة والى الفيديو القادم ان شاء الله